دربة أمنية استباقية توقع بخمسة أشخاص موالين لداعش في عدد من مناطق المغرب موقفون يشتبه في تورطهم في التحضير لتنفيذ مخططات إرهابية لها علاقة عمدا بمشروع فردي أو جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بحسب السلطات الأمنية الملاحظ على أن هناك استراتيجية تبتة في مواجهة تنظيمات الإرهابية خاصة تلك المتعلقة بتنظيمات العقودية أو ما يشطلح عليه حيث تم تفكيك خمسة خلايا في يوم واحد أو ما يشطلح عليه بالحرب الخاطفة أو ما يسمى باستراتيجية بليدسكريك وهو تفكيك خمسة خلايا في خمس مدون متفرقة في آن واحد مما يجعل أن نسبة الفشل تكون صفر مخططات تخريبية تضاف إلى أكثر من خمسمائة مشروع إرهابي جرى إجهادها خلال العقدين الأخيرين وأطيح من خلالها ب214 خلية إرهابية 88% منها لها علاقة بتنظيم داعش وفق الإفادات الرسمية معطيات تشير بحسب الخبراء إلى استمرار خطر التهديدات الإرهابية بالمغرب وبالمنطقة لاعتبارات متعددة القرارة الإفريقية بطبيعة الحال وحسب العديد من التقارير الأممية وتقارير منظمات متخصصة في مجل الإرهاب يعني مهيئة لاستقبال جماعات إرهابية جديدة ومهيئة لارتفاع منسوب الجريمة المنظمة والجريمة العابرة للقرارات وبطبيعة الحال المغرب لا يخرج عن هذا السياق يقظة أمنية وعمليات تفكيك منذ بداية القرن الحالي أفضت إلى محاكمة أزيد من 4300 شخص 160 منهم ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية في قضايا الإرهاب والتطرف استفادوا من برنامج مصالحة الذي أطلقه المغرب عام 2017 بهدف تأهيل السجناء ودمجهم في المجتمع بعد خروجهم من السجن ترتكز جهود المغربي لمكافحة الإرهاب على التدخل الأمني للسباقي وعلى تأهيل الحقل الديني تجربة توصف بالنوعية جعلت منه شريكا دوليا موثوقا به في المجال وتتطلب حسب المختصين تنسيقا أكبر لجهود على مستوى دول المنطقة لمواجهة التحديات القائمة فدو المرابطي قناة الغد الرباط ومن الرباط ينضم إلينا الدكتور إدريس الكمبوري الباحث في الجماعات الإسلامية وقضايا العنف والتطرف أهلا بك دكتور إدريس يعني هنا الحديث عن مغزى هذا الخبر هل يعني أن خطر الإرهاب مازال بالقوة وبالخطورة ومازال قائما بهذا الحجم؟ نعم خطورة الجماعات الإرهابية تختلف بحسب المناطق وبحسب الظروف وأعتقد الآن كلما تقلصت خطورة تنظيم داعش بوجه خاص في سوريا والعراق كلما تضخم هذا الخطر في منطقة شمال وغرب إفريقيا الآن الجميع يعترف بأن إفريقيا الآن هي الجبهة التي باتت مفتوحة أمام هذا الخطر الإرهابي لأن الوجهة القادمة الآن ستكون في إفريقيا المعركة الحاسمة مع الإرهاب ستكون في إفريقيا لعدة أسباب وعوامل يعني ليس أقلها هشاشة الأنظمة السياسية هناك وما يحصل من انقلابات متوالية بين الأنظمة السياسية وعلى الصعيد العسكري هذا كله يدل على أن هناك نوعا من الهشاشة وهذا يمكن للتنظيمات الإرهابية بالإضافة أيضا إلى حجم الفساد المستشري في هذه البلدان وأيضا عدم التنصيق ثم يعني الحدود الهشة بين هذه البلدان بالإضافة أيضا إلى مسؤولية الاتحاد الأوروبي حتى الآن يعني الدول الإفريقية لم تستفيد أي شيء من الاتحاد الأوروبي على الرغم من مجموعة من القمم والملتقيات التي عقدت طيب يعني هناك إشادة دولية ولا تعارض على الإطلاق ما بين هذه الإشادة بجهود المغرب والتوقيف المطلوبين من داعش لكن كيف يمكن البناء على هذه الإشادة الدولية من خلال مثلا التنصيق مع الجهات الدولية من أجل مزيد من القدرات في مكافحة الإرهاب نعم صحيح يعني الأداء المغربي حتى الآن يعني بعد أزيد من عقدين يعني أبان على أن السلطات الأمنية في المغرب التي هي جاهزية للتصدي للجماعات العربية وما يدل على هذا هو العدد الكبير للخلايا النائمة التي تم تفكيكها وأيضا الخلايا المشتركة التي تم تفكيكها مع إسبانيا يعني هذا عنصر مهم يجيب الإشارة إليه يعني باعتراف سلطات الإسبانية هناك يعني دور مغربي كبير في التصدي للخطر الإرهابي على صعيد الجنوب المتوسط لكن يعني التعاون مع إسبانيا أو مع فرنسا هذا لا يعفي من مسؤولية بلد المنطقة في التعاون مع السلطات المغربية ونحن نرى بأن الأمم المتحدة وضعت ثقتها في المغرب قبل عامين عندما أنشأت في الرباط مكتب لتنصيق العمليات مع بلد المنطقة السؤال المطروح ليس على المغرب وإنما مطروح على بلد المنطقة كما قلت سابقا فيما يتعلق بالأفارقة هذا أيضا بالمغاربيين هناك يعني لدى المغاربيين هناك يعني مسؤولية مشتركة وهي التعاون وبالخصوص بين المغرب والجزائر هذا يعني الصديقين اللدودين في المنطقة هل مسألة ضبط الحدود قد تجدي نفعا أكثر أو تضيف إلى هذه الجهود؟ هل مكافحة الفكر بالفكر والحديث تجديد الخطاب الديني الحديث يعني على تأهيل الحق الديني وأيضا جنبا إلى جنب مع الإجراءات الأمنية نعم يجب التأكيد بأن الإرهاب هو شبكة من التعالقات من الترابطات يعني فيه الجانب التكتيكي الجانب العسكري الديني التقافي إلى آخره وكل هذه العوامل يعني يجب على أي دولة دولة أن تأخذها بعيد الاعتبار المغرب خطاء خطوات في هذا التجاه يعني فيما يتعلق بالإصلاح الديني المناعي التربوية يعني الخطابة الوعد والإرشاد إلى الأقريب بالإضافة أيضا إلى الجانب الأمني لأن هذه حلقة مهمة جدا لأن التعبير الأساسي للإرهاب هو التعبير المادي يعني مستوى القتل وإلحاق الأداء إذن لا بد أن يكون هناك أيضا أداء مقابل مضاد فالجانب الأمني مهم جدا لكن هذا لا يعني أيضا أن الجانب الأخرى هامشية إنما الجانب الأخرى تطلب وقتا يعني نحن بعد عشرين سنة تقريبا من إعادة هيكلة الحق الديني لازلت هذه الأمور مطروحة وهذا يدل على أن هذا الأمر الإصلاح الديني لا يعطي نتائج إلا على المدى البعيد بينما الجانب الأمني يعطي نتائج المدين القريب والمتوسط نعم إذن من أرباط الدكتور إدريس الكمبوري الباحث في الجماعات الإسلامية وقضايا العنف وتطرف شكرا جزيلا لك